ياهلا مرحبا فيكم أعزائي المتابعين أهلا وسهلا فيكم في أول حلقة الليلة في عام 2023 إن شاء الله يا رب عام سعيد عليكم وعلى جميع أحبابكم وتكون إن شاء الله سنة مليئة بالخير والأبداء إذا كانت هاي أول مرة تزورنا في هالقناة مع أخوك هاشم العلوي وفي هالقناة نحن نتكلم عن كل الأشياء اللي لها علاقة فيه الصوت والتسجيل الصوتي والتعليق الصوتي والهندسة الصوتية قبل ما نبتلك الحلقة لا تنسى تعطينا الزر اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع أصدقائك المهتمين في هاي المجال عساس نقدر نوصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس حول العالم في حلقة اليوم راح نتكلم عن أفضل برامج تسجيل أو ال-DAW أو اللي هو ال-Digital Audio Workstations اللي موجودة في عام 2023 واللي هي تعتبر من أفضل البرامج هاي العام لما نتكلم عن البرامج المختلفة في هاي الحلقة ما راح أقول إنه فيه برنامج أفضل من برنامج آخر كل البرامج اللي احنا بنتكلم عنها اليوم هي برامج جيدة وبرامج رائعة ويستخدمها المبتدئين والمحترفين فإذا بتاخد معلومة واحدة من هذا الفيديو هاي المعلومة هي إنك إذا أنت مرتاح من أحد هاي البرامج أحاول أنك تواصل شغلك عليه وتتعود عليه وتتمكن منه عساس تقدر إنك أنت تطور نفسك فيه وتبدع فيه استخدامه وإذا حبيت المساعدة في اختيار البرنامج الأفضل راح أخلي رابط دورة الهندسة الصوتية المجانية في وصفها الفيديو تقدرون من خلالها الاشتراك ومعرفة المزيد من التفاصيل عن برامج التسجيل أوكي أول برنامج بنتكلم عنه هو برنامج Logic Pro هاي البرنامج هو يعمل على منصة أبل فلازم يكون عندك جهاز أبل عساس تقرى تستخدمه هاي البرنامج تقريبا سعره يعني سعره مناسب هو في حدود 200 دولار ويستخدم من قبل الكثير من المؤلفين والملحنين وحتى الناس اللي تشتغل على الميكس يعني بشغل كامل يكون كلها على الميكس تستخدم هاي النوع من البرنامج برنامجنا الثاني هو برنامج Ableton Live وهاي البرنامج يسهل عملية العزف اللايف عادتا يعني هو مصمم بطريقة عساس إنها يساعدك في الشغل أو الحركة التسجيل نفسها تكون حركة أسرع ومصمم أكثر يعني في اتجاه اللي يعزفون Live هاي البرنامج جدا حلو خاصة إذا كان عندك أفكار تب يتحولها بشكل سريع إلى مقطوعات موسيقية سعر البرنامج اليوم في وقت تسجيل هذه الحلقة يتراوح ما بين 79 دولار إلى 749 دولار على حسب النوع أو النسخة اللي أنت راح تشتريها البرنامج الثالث اليوم عندنا هو برنامج FL Studio برنامج FL Studio أو Fruity Loops Studio هو برنامج مخصص كان من البداية للناس اللي تشتغل على الموسيقى الإلكترونيك أو الليها الEDM فطريقة توزيع البرنامج وطريقة شكل النوافذ المختلفة اللي فيه كلها تسهل عليك عملية إنتاج الموسيقى اللي تتكون من موسيقى إلكترونية طبعا هاي البرنامج فيه للميتيشنز من ناحية إن الشغل على الملفات اللي هي ما يعطيك فيترز أو خواص تكون جدا قوية فهو مصمم أكثر حق الموسيقى الإلكترونية واللي هي تعتمد بشكل كبير على Synthesizers أو على Drum Patterns اللي هي تكون يعني مبرمجة بشكل مسبق رابع برنامج عندنا اليوم هو برنامج Pro Tools هاي البرنامج هو يعتبر من أوائل البرامج اللي انطرحت في السوق لتسجيل الموسيقى أو التعامل مع الملتي تراكس أو اللي هي التركات المختلفة بشكل عام هاي البرنامج كان موجود من التسعينات من بداية التسعينات كانت أول نسخة اعتقد كانت عام 1991 من عام 1991 إلى اليوم طبعا البرنامج تطور بشكل كبير وصار فيه خواص جدا جدا قوية ويعتبر هذا البرنامج هو مثل ما يسمونه الـ Industry Standard أو البرنامج المتعارف عليه في أكبر الاستوديوهات الموجودة في العالم فإذا حاب أنك أنت تتعامل مع استوديوهات كثيرة أنا أنصحك أنك أنت تتعلم برنامج Pro Tools لأنه من خلاله تقدر أنت تأخذ السشن اللي بتشتغل عليه وتودي إلى استوديوهات ثانية وتفتحها هناك وتتعامل معه بشكل طبيعي فيه نسخ مختلفة من برنامج Pro Tools والحلو أيضا أنه فيه نسخة مجانية بالكامل هي نسخة يعني تعتبر نسخة من البرنامج هو هو نفس البرنامج على الفكرة يعني ولكن فيه limitations معينة أعتقد التركات اللي فيه عددها أقل أعتقد هو 16 track حق النسخة المجانية وطبعا كل ما اطورت وكل ما حبيت أنك تتعامل مع تركات عدد تركات أكبر تقدر دائما أنك تتحول إلى النسخة المدفوعة فحتى نسخة الأولى من البرنامج تبتدي أعتقد بحدود العشرة دولار في الشهر فهي أيضا يعطيك خواص جدا حلوة حق البرنامج وبغض النظر عن الناس اللي قاعدة تقوله عن شركة Pro Tools أو شركة Avid أنا صراحة أشوف أن التسعير الجديد اللي طرحوها في السوء حق النسخة المختلفة للبرنامج هي أفضل تسعير وصلوا لها خلال كل هاي السنين فإذا حاب أنك أنت تبتدي في برنامج Pro Tools تقدر تبتدي فيه نسخة المجانية اليوم موجودة من موقعهم مباشرة خامس برنامج بنتكلم عنه هو برنامج Studio One برنامج Studio One مؤخرا خاصة في الإصدار الخامس والسادس صار تطور بشكل كبير لدرجة أنه صار يعني الكثير من المؤلفين والملحنين حبوا يستخدمونه أكثر من Logic وحبوا يستخدمونه أكثر من Pro Tools بكل بساطة لأنه يعني تحسن بشكل كبير في جمع الأمور التي تتعلق بالتسجيل والميكس والماسترينج كلها في إطار واحد داخل برنامج هذا فعلى هذا الأساس البرنامج أصبح استخدامه جداً حلو يعني يعطيك نظام متكامل للتسجيل والميكس والماسترينج بكل المراحل وبكل التفاصيل كل مرحلة فيهم البرنامج الثالث هو برنامج Cubase من شركة ستاينبورغ هاي البرنامج أيضاً صار لفترة موجود في السوق والبرنامج جداً جداً رائع فيه خاصة في مسألة التسجيل والأدتينج وأحياء مؤخراً أيضاً ضافه فيه خاصية اللي هي الدولبي أتموس فإذا أنت حاب تتعامل مع عمل ميكسنج حق الفورمات اللي موجود حق الدولبي أتموس طبعاً لازم يكون عندك السماعات موجودة بهذا الشكل برنامج Cubase سمح للناس أن يستخدمون هاي الخاصية بالتقنية دولبي أتموس برنامج Cubase ممكن للوهلة الأولى يكون شكله صعب إن الواحد يمكن يتعلمه بسهولة ولكن مع الممارسة أكيد راح تقدر تتعلمه بشكل طبيعي وتشتغل عليه في مراحل التسجيل المختلفة البرنامج السابع في قائمتنا اليوم هو برنامج Reason وهاي البرنامج هو أيضاً مخصص بشكل أكبر للناس اللي تشتغل في موسيقى الالكترونيك ميوزيك أو موسيقى الـ EDM هاي البرنامج صمم بطريقة إنه يمثلك الراكس اللي موجوده في الستيديو يعني دائماً بتشوفون مثلاً التركات وشكل الآلات اللي موجودة فيه كلها مشابهة للآلات الحقيقية اللي موجودة في الستيديو فعلى هاي الأساس هما صمموا من البرنامج عساس إنه يعطيك إحساس إنك أنت قاعد تتعامل مع أجهزة Hardware Interfaces وبرنامج Reason فيه الكثير من الموجولز ومن البلاجينز اللي تعطيك أصوات مختلفة واللي تقدر حتى أنت من خلالها أنك توظفها في صناعة الأصوات اللي أنت تبي تصنعها اللي ممكن ما تكون أصلاً موجودة من ضمن برنامج Reason برنامج رقم ثمانية هو برنامج Digital Performer هاي برنامج يا جماعة أيضاً صالة في السوق فترة طويلة جداً والحلو فيه إنه يعني هو برنامج ستيبل ولكن يمكن ما تلاقوينه منتشر بشكل كبير بين الموسيقيين اللي موجودين في العالم أولاً يمكن في اعتقادي لأن الانترفيس ما تحسنت بشكل كبير من الشكل اللي كانت موجودة فيه في السابق وحتى السعر للبرنامج يعني أصبح فيه كثير من البرامج تنافس برنامج Digital Performer من ناحية السعر ومن ناحية الخواص اللي موجودة فيه برنامج رقم تسعة هو برنامج Sonar Cakewalk أحيان البرنامج صار اسمه بس Cakewalk كان سابقاً من الشركة اسمها Sonar هي اللي كانت يعني صاحبة البرنامج هذا ولكن اليوم أصبح برنامج اسمه Cakewalk وهذا البرنامج يشتغل فقط على البي سي ما في مننا نسخة موجودة على الأبل وإذا كانت الميزانية محدودة في البداية فبرنامج Cakewalk ممكن أنه يكون برنامج جداً مناسب لك لأنه في مننا نسخة مجانية بالكامل تقدر أن تتنزلها وتبدأت تشتغل عليها بالشكل الطبيعي برنامج رقم عشرة هو برنامج Acid Pro هاي البرنامج أتذكر يعني في التسعينات يمكننا نستغل على هاي البرنامج وهو مجرد برنامج عبارة عن كنت قاعدة تتعامل مع Loops يعني ملفات Loops مختلفة فممكن أنك إنت مثلاً تتعامل مع Loops تأخذ أنواع مختلفة من Loops لموجودة في السوق وتركبها على بعض وتسوي الموسيقى لنت تتبيها ولكن طبعاً موسيقى المبنية كاملة على Loops ممكن أنها تكون موسيقى شوي مملة ومتكررة بشكل كبير حتى برنامج Acid Pro تقدر أنك تنزلها اليوم بنسخة المجانية وتشتغل عليه بشكل كامل لأنه حين يعتبر برنامج Open Source فما في شركة تملك حقوق ملكية هاي البرنامج وهو موجود على الانترنت والناس تقدر أنها بنفسها تطور من هاي البرنامج ولكن مثل كل البرامج المجانية فيه limitation من ناحية الفيتشورز أو الخواصة اللي موجودة في البرنامج واللا ممكن أنها تكون أشياء بسيطة مقارنة بالأشياء اللي أنت تبي تشتغل عليه يعني مواضيع الإدتينج ممكن أنها تكون جداً جداً محدودة وما تعطيك الفلكسابلتي عساس أنك أنت يكون عندك تحكم كامل على التركات اللي قاعد تشتغل عليها البرنامج الرقم 11 هو برنامج اسمه GarageBand وإذا كان عندك أي جهاز من أجهزة أبل بتعرف شنو برنامج GarageBand هاي البرنامج موجود با ديفولت على أجهزة الأبل موجود على البي سي موجود على الآيباد موجود حتى على التلفون تقرأت نزله وهو نسخة جداً جداً مبسطة حق برنامج يساعدك على تسجيل التركات فالبرنامج مو مخصص عساس أنك أنت تسوي فيه editing بشكل احترافي ما تقرأت تسوي فيه mixing بشكل احترافي ما فيه plugins اللي أنت متعود عليهم مثلاً من البرامج الثانية جداً جداً محدود البرنامج من ناحية الخواص اللي يقدمها للمستخدم وبهاي السبب هاي البرنامج موجود بشكل مجاني وممكن أيضاً يعتبر هاي البرنامج هو البرنامج الأول اللي الناس تشتغل عليه ومن خلاله بعدين عقو ما تتعود عليه وتلاقي أنه مثلاً واحد يعني أصبح أنه يحتاج features أكثر ممكن الانتقال الطبيعي من برنامج GarageBand وهو برنامج Logic آخر برنامج عندنا اليوم هو برنامج Reaper وهي البرنامج أيضاً موجود بنسخة شبه مجانية تقدر أنك أنت تنزل الديمو وتخلي الديمو شغال إلى الأبد يعني معنى أنا ما نصح طبعاً يعني إذا أنت يعجبك البرنامج وتقدر أنك تشتري بمبلغ كلش بسيط يعني أنا داماً أشجع هذا الشي عساس أن الناس اللي يشترون على البرنامج يقدرون أن يطورون منه ويوفرونه بشكل أفضل مع كل إصدار جديد فبرنامج Reaper الحلو اللي فيه أنه متوافق مع تقريباً كل البلغينز اللي موجودة في السوق وحتى يعطيك أيضاً ممكن أنها تكون مو متوفرة على برامج مثل Pro Tools أو برنامج مثل Studio One حتى بعض البلغينز ممكن تلاحظ أنها ما تشتغل على Pro Tools أو تشتغل على Studio One ولكنها تشتغل على برنامج Reaper للوهلة الأولى أيضاً ممكن أن برنامج Reaper يبين أنه برنامج صعب الاستخدام ولكن كل شيء بالموارسة يضبط فكلما أنت اشتغلت على البرنامج بشكل مستمر وخصصت له مثلاً وقت معين بشكل يومي أو بشكل أسبوعي للتعلم على الخواصة المختلفة فيه أنا متأكد أن الموضوع رح يضبط معاك وتقدر تستخدمه بشكل طبيعي وتنتج منه أعمال فنية مختلفة هذه يا جماعة كانت حلقتنا اليوم إن شاء الله عجبتكم لا تنسوا مرة ثانية تعطونا الزر اللايك وتشتركوا في القناة وتشاركونا مع جميع أصدقائكم حول العالم وإذا حاب أن تتعلمون أكثر عن الهندسة الصوتية رح أخلي رابط لدورة الهندسة الصوتية المجانية في وصفها الفيديو أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وكل عام وانتم بخير مرة ثانية واشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة